السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم وهو كيف قضيتم عطلتكم الصيفية الوقت يمر بسرعة كنا قد استبشرنا خيرا حينما اقبل الصيف واشرقت الشمس باشعتها الذهبية النهار يطول ويجول والليل يحل فيه السهر مع العائلة والاهل والاحباب حينما اقبل الصيف الناس شعروا بالفرح والمرح والبهجة والسرور المدارس اغلقت ابوابها والعمال والمستخدمين والموظفين وغيرهم قد حصلوا على اجازاتهم التلاميد والاباء والاسر يستعدون للسفر الكل يفكر في الراحة والاستجمام وقضاء اوقات ممتعة في فصل الصيف لكن وبسرعة البرق تمر الايام وانتهت العطلة الصيفية واوشك الصيف ان يودع وبدأ العمال والمستخدمون والموظفون يعودون الى وظائفهم واعمالهم وهي المدارس والجامعات والمعاهد تفتح ابوابها من جديد لاستقبال عام جديد لكن السؤال يبقى كيف قضيتم ايها الاحباب الكرام عطلتكم الصيفية هل استفدتم منها هل احسنتم تدبير الوقت فيها ام انها كما يقال المثل العربي الصيف ضيعت اللبن ضاع الزمن ضاع الوقت ضاعت الايام ولم نستفد الا القليل من نعمة الصيف سؤال اليكم ايها المستمعون والمستمعات خلال عطلتكم الصيفية ماذا صنعتم وماذا قررتم وماذا دبرتم هل استفدتم مما يزخر به وطدنا العزيز من منتجعات سياحية ومن مرافق اجتماعية هل صافرتم الى اماكن لاستمتاع انتم وابنائكم وسؤالي للشباب والتلاميد كيف مرت المخيمات الصيفية هل وجدتم بها ما كنتم تتمنون وتطمحون اليه هل وجدتم فيها الالعاب والترفيه وهل وجدتم فيها التوجيه والتربية والتعطير كيف هي حال المخيمات الصيفية وكيف مرت في مناطق متعددة من وطننا العزيز كذلك الاسر الذين صافروا الى الفنادق والمتجعات السياحية كيف وجدتم الاوضاع هل الثمن كان مناسبا يستجيب للقدرة الشرائية لدى الطبقات الشعبية ام ان الثمن كان غال وضاهد يستحيل ان تبقى هناك ايام معدودات ثم ماذا عن قضية المواصلات لان السفر يحتاج الى ضرب مسافات طوال فماذا عن وسائل النقل من سيارات وحافلات هل وجدتم ما ترتاحون اليه اما وجدتم هناك مشاكل وصعوبات كثيرة في هذا السفر قضايا كثيرة نريد ان نطرحها ايها الاحباب الكرام بين ايديكم ونستمع الى ارائكم ونستمع الى اقتراحاتكم وارتسامتكم وكأننا نقيم تقييما عاما لعطتنا الصيفية بحلوها ومرها لكي نستفيد ان شاء الله تعالى من اخطاء هذا الصيف لكي نتجاوزه في الايام المقبلة باذن الله الواحد الاحد وسؤالي ايضا اليكم ايها الاحباب الكرام في فصل الصيف هل استمتعتم بالعطلة بما يرضي الله تعالى ولا يجذب سخطه لان الناس يحبون الاستمتاع بالطبيعة بالجبال بالسهول بالانهار بالبراري بالبحار يحبون الرمال الذهبية والشمس الدافئة وزخرف الحياة الجميلة لكن عند بعض الناس انه لا يمكن الاستمتاع بهذه النعم من الطبيعة دون الوقوع في الممنوع ودون الوقوع في الحرام والشبهة هل استطعنا ان نستمتع بالطبيعة وان نتقي الوقوع في المحرمات بما يغضب الله تعالى كذلك سؤالي للطلبة الطلبة والتلاميذ هل قمتم باستغلال العطلة الصيفية وخصصتم وقتا للمطالعة مطالعة الكتب القيمة مطالعة الكتب المفيدة لان العطلة الصيفية هي محطة مهمة لاستزادة من العلوم الادبية والفنية وخصوصا تعلم اللغات من فرنسية وانجليزية وغيرها من اللغات المطلوبة في سوق الشغل هل تم استغلال هذه العطلة الصيفية في تحسيم جودة اللغة والتوسيع المدارك في المطالعة العامة وأيضا سؤالي للأمهات والأباء والعائلات هذه العطلة الصيفية هل قمتم بإحياء صلة الرحم لأن العطلة الصيفية مناسبة للتزاور بين العائلات هل زرتم الأهل وزارتم الأحباب والإخوان والخلان وزاروكم كيف كانت تجمعاتكم هل كانت المحبة والمودة هي عنوان هذه العطلة أم أن كل واحد يغلق عليه بابه ويتنظر من زيارة الأقارب ودائما يشتكي من غلاء الأسعار وأن الصلة الرحم إذا كانت مقرونة بالضيافة فإنها تصبح عالة وتصبح فيها مشقة زائدة كيف أنتم مع صلة الرحم هل شعرتم بالبركة بركة الزيارة أن لما يجتمع العائلة والأحباب وأولادهم وأطفالهم رغم الضجيج ورغم كل شيء هل لا شعرتم ببركة الزيارة بأن الله تعالى يزيد في الأرزاق وأن الله تعالى يطيل في الأعمار وأن الله تعالى يبارك في البيت وفي أهل البيت ماذا فعلتم مع الزيارات العائلية ومع الأهل والأحباب والإخوة والخلان وكذلك سؤال كبير أطرحه عليكم أيها الأحباب الكرام خلال فصل الصيف هل صلينا الصلاوات في الوقت هل أدينا الواجبات الدينية في الوقت وخصوصا صلاة الفجر الكثير من يضيعها بحجة أن طلت السنة هناك العمل النوم في وقت متأخر والاستيقاظ إلى العمل في وقت مبكر وتضيع علينا صلاة الفجر هل برمجنا أنفسنا مع الساعة البيولوجية واستطعنا أن نحافظ على صلاة الفجر في وقتها هل لا قمنا لحظات في الليل نطرق باب الرجاء وندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان قضايا كثيرة أيها الأحباب الكرام نريد أن نناقشها معكم في فصل الصيف لأن الصيف هو موسم فيه متعة وفيه عمل وفيه تعليم وفيه دراسة مهارات وكفاءات وأيضا فيه صلة رحم وأيضا فيه مطلع لكتاب الله تعالى وفيه أيضا أداء للصلاوات في وقتها مع الجماعة في المساجد نريد منكم أيها الأحباب الكرام أن تتصلوا بنا عبر أرقامنا الهاتفية من أجل أن تحدثونا عن المشاكل التي واجهتموها في هذا الصيف غلاء الأسعار هل وجدتم في مناطق الشمال ما تحتاجون إليه وماذا عن مناطق الجنوب والشرق والغرب هل هناك بنية تحتية مناسبة للسفر وللاستجمام هل وجدتم ما تتمنون أم أن هناك خلل هناك نقصان هناك صعوبات والشدائد نريد أن نتحدث عليها وننبه إليها لعلنا في الموسم المقبل وإن شاء الله يطيد الله الأعمار ويزيد الله في الخيرات والبركات فنتفادى الأخطاء نتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها ونركز خصوصا على المتعة مع طاعة الرحمن لأن هناك بعض الناس ربما يظنون أن المتعة هي مخالفة لطاعة الرحمن يمكن أن نطيع الرحمن ونكون في رضا الخالق عز وجل ونستمتع بالطيبات وربنا عز وجل قال في كتابه العزيز قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيامة ربنا خلق جمال وخلق كرم وخلق بغاء وأراد منا أن نستمتع به لكي نستريح ونستروح ثم نجدد الطاقة ثم نبدأ في العمل في سنة جديدة أيها الأحباب الكرام أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع لاستقبال مكالمتكم ونفتح نقاش ودردش حول هذا الموضوع ولكن اللحظة حان وقت آذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي نرفع الآذان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا جميعا الصلاة يا رب وفقنا لآذاء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة في مساجد الله اللهم ارزقنا فيها الإخلاص والخشوع وتقبل منا أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عدنا أيها الأحبة الكرام والعود أحمد نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتواصل معكم أرقمنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 موضوعنا وهو العطلة الصيفية كيف قضيتموها؟ ما هي الإيجابيات والسلبيات خلال مصاري عطلة الصيف؟ نريد أن نستفيد جميعا من أخطائنا ونريد أن نعزز مستوى استمتاعنا بالصيف بما يرضي الرحمن وبما فيه خدمة للوطن وإصلاح للناس أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة